جيسني أول صفقات نادي المصر والنادي ينوي تقديم عرض للمدافع أنطونيو روديغير كنا لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لايك على هذا المقطع وشاركنا رأيك كمان في التعليقات نادي أتلاتيكو مدريد يضع المدافع لابورت كخيام محتمل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأيضا يعد المدافع لابورت من أهم أهداف نادي أتلاتيكو بلباو في هذا الصيف نادي النصر يطلق 15 مليون يورو من أجل بيع اللاعب وحسب صحيفة الميدان الرياضي فرناندو هيرو يريد حسم صفقة المدافع ناتشو وهيرو وعد ناتشو براتب كبير جدا نادي النصر حاليا يفاوض مدافع ريان مدريد ناتشو ولكنه ليس الخيار الأول النادي في مفاوضات مع اسمين أفضل كخيار أول وثاني حسب كلام صحيفة الرياضية أوضح السيد لويس كاسترو في تقريره لإدارة نادي النصر بأن مختار علي لا بد من بقائه في الفريق الموسم المقبل نظرا لتطوره وجودته الفنية كاسترو شاهر مباريات مختار علي مع نادي الفتح وأعجب في مستوى اللاعب المدرب لويس كاسترو طلب بيع أو إعارة اللاعب عبد المجيد الصلاح لأنه لا يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق والنادي الآن يتجه لرفض جميع العروض المقدمة لمختار علي اجتمع نادي المصر مؤخرا مع وكين أعمال اللاعب كيفين دي بروي النادي بدأ التركيز فعليا على صفقة دي بروي كخيار متاح بديلا عن اللاعب البرتغالي برونو فرناندس نادي ياي الاتحاد والإلان اجتمعوا أيضا مع وكين أعمال كيفين دي بروي مانشستر سيتي يشترط الحصول على ببلغ يتجاوز 100 مليون يورو من أجل بيع عقد الناعب البلجيكي جميع التفاصيل معسكر نادي المصر في البرتغال تم إعدادها من طبل المدرب لويس كاسترو وجهازين فني هناك رغبة جادة جدا من نادي المصر بالتعاقد مع مدافع نادي التعاون عون السلولي والمفاوضات ما زالت جارية عدم تعيين الرئيس حتى الآن يؤخر المفاوضات نادي الهلال يريد التعاقد مع اللاعب أيضا ونادي القادسية يراقب وضعه وكمان حسب صحيفة الشرق الأوسط نادي المصر يفاوض مدافع نادي الفت قاسم لاجامي اكتبنا في التعليقات تفضل مين؟ عون السلولي أو قاسم لاجامي؟ تلقى نادي النصر عرضين من أجل التعاقد مع محترف الفريق سيكو فوفانا العرض الأول من نادي فرنسي والعرض الثاني من نادي إيطاني ولكن نادي الاتفاق يقترب من شراء عقد اللاعب فوفانا نادي العين الإماراتي يفتح مفاوضات مع نادي النصر للتعاقد مع اللاعب أندرسون تاليسكا وتاليسكا قريب جدا من الانتقان نارو لكن حسب كلام الإعلامي فلاحا قفطاني تاليسكا سيبقى في النصر الموسم القادم اكتب رأيك في التعليقات هل تؤيد استمرار تاليسكا أو تريد رحيله وجلب جناخ أيمن جديد؟ أكد المدرم كاسترو لإدارة النصر بضرورة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي السيد لويس كاسترو طلب التوقيع مع الحارس إيدرسون بالاسم وهو معجب به حتى الأسطورة كريستيان رونالدو طلب التعاقد معاه لكن اتجه النادي للتعاقد مع حارس نادي يوفينتوس الإيطالي تيزني بسبب راتبا لاعب إيدرسون الكبير نادي النصر حسم صفقة الحارس البولندي تيزني وانتقال تيزني في مرافله الأخيرة مفاوضات النصر معه كانت جادة ومنذ عدة أسابيع النصر سيدفع خمسة مليون يورو فقط لشراء عقد تيزني وحسب كلام الموثوق فابريزيو رومانو نادي النصر حسم صفقة الحارس تيزني لمدة موسمين تيزني وافق على عرض النصر ويوفينتوس وافق على عرض النصر الأسطورة كريستيان رونالدو كان له دور حاسن في إتمام صفقة الحارس تيزني إحصائيات تيزني هذا الموسم لعب خمسة وثلاثين مباراة خرج بشباك نظيفة خمسة عشر مرة شجل عليه ثلاثين هدف وتصدى لواحد وثمانين تصدي تيزني لم يكن مقتدع بعرض نادي النصر ولكن الحارس بدأ يدرك بأنه لن ينعب في تشكيلة يوفينتوس الأساسية في الموسم القادم أليسون بيكر كان الخيار الأول لنادي النصر لكن الحارس مستمر مع ليفر بول حسب قرام الصحفي ماتيو موريتو نادي القادسية اتفق مع الجناح السينيقالي ساديو ماني والاختلاف الآن فقط على رواتب اللاعب وكمان نادي النصر يفاوض لاعبين في مركز ساديو ماني فرناندو هيرو يرى أن أفضل مركز لبروزافيتش هو مركز رقم ستة المدير الرياضي شاهد نهائي كأسا ملي وعلق بأن مركز اللاعب المفضل هو مركز ستة فلماذا لاعب في مركز ثمانية؟ حسب كلام الصحفي خوسي الفاريس ينوي نادي النصر تقديم عرض للمدافع أنطانيو روديجير بعقد لمدة أربع مواسم مقابل 25 مليون يورو في الموسم نادي النصر سيقدم 100 مليون يورو لشراء عقد مدافع ريال مدريد الإدارة التنفيذية تنوي تعزيز الطاقم الفني للمدرب لويس كاسترو بعناصر تدريبية ذو خبر عالية وخصوصا على مستوى اللياقة والإعداد البدني نادي الرياض يريد التوقيع مع مدافع نادي النصر مرزوق تومبكتي النصر قد يمنح اللاعب مخالصة مالية وذلك بعد قرار تقليص القائمة دحيل عندنا أخبار سريعة نادي الأخدود يرغب في تجديد إعارة اللاعن حمد آل منصور سيعود ظهير أيسر نادي النصر المعار إلى نادي الحسم ماجد كشيش للفريق بداية من المعسكر نادي التعاون لا يمانع في بيع عقدة ظهيرة الأيمن عبد الملك العياري نادي إشبيليا يتفاوض مع النصر للاعب لقاء ودي في البرتغال وكمان قد يلعب سبورتنج لشبونا مع النصر خلال تخضيراته للموسم الجديد هناك أندي أتراطب لعبيع منصر المحليين نادي النصر لن يتعاقد مع كاسميرو أو فاران هناك أحاديث من نادي سعودي مع اللاعب محمد قدوس وختاما لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ظهر لكم الآن على عسارة شاشة مقطع شيكو عليه وأشوفكم المقطع الجاي